كانت الأهل نادر في كاس العالم الأهل يبقى تريد مارك وإذا كنت بتتكلم عن المشاركات الأولى في بداية الألفية كان الأهل لسه حديث العهد بمشاركة في كاس العالم الأندية كانت الخبرات اللي موجودة في مواجهة أبطال قراط إلى حد ما مش كبيرة قوي النهاردة بتتكلم على أنه بذات الجيل ده كمان قدر أنه يكسب تقريبا كل أبطال قراط أسيا، أمريكا الجنوبية، كونكاكاف باستثناء أوروبا الأهل يقدر يهزم أبطال قراط كلهم فبالتالي ده في حد ذاته بتهليه واحد من أهم الدوافع إنك أنت تروح وإنت عندك طموح توصل لأبعد مدى تطفق بنسبة 200% في موضوع أنه ده أهم الدوافع حاليا أنه ما فيش عندك فرصة أكتر من أن يكون عندك كاس العالم علشان تصطفق من الكاب واللي بيمر بها النادي يعني طبعا ما فيش حد راضي عن نتائج الفترة اللي فاتت ولا جمهور ولا إدارة ولا لعيبة ولا جهاز فني ولا كل الكلام ده بس وانتس إن إحنا شوفنا الصورة بتاعت اللعيبة بالبدل وخلاص مسافرين اللي وإحنا صلاحناك وخلاص يلا ورنا بقى تعملوا إيه حسنا في الآن هو كل سنة يحصل نفس الكسة مش مسألة نتائج بقدر ما لو أنت أيا كانت إيه المشاكل اللي ممكن تكون شفاة في الفرقة بس بمجرد ما خلاص اللعيبة داخل على بطول الكاس العالم للأندية ده في حياة يعني بالنسبة لنا إحنا الحمد لله طبعا يعني إحنا كنا منشجع الأهلي فشوفنا الأهلي في كل المناسبات اللي شارك فيها في بطول الكاس العالم للأندية من وقت 2005 لحد ما احنا بنكلم في 2023 لمرة الرابعة على التوالي بتشاهد الأهلي في كاس العالم للأندية ففي كل ما بيجي كاس العالم للأندية ده بيرجع لك تاني النستالجيا بتاعت اليابان وبعد كده بتفتكر الإنجازات اللي حقتها مع بيتس موسيماني من سنتين وبعد كده بتفتكر أنك أنت روحت قراءة ريال مدريد السنة اللي فاتت فأنت عايز تروح تاني في كل مرة بتروح وهدف جمهور الأهلي بيجبر يعني إحنا خلاص السنة اللي فاتت الناس لما شافتنا أن إحنا نلعب على الثالث ورابع قال لك عم مش فارق معنا دلوقتي قد ما كان فارق معنا إحنا نوصل الفاينل بالزبط وناخد البطول ده بالنسبة لنا علو سقفة محاط الأهلي من جمهوره دائما وأبدا أنك أنت وصلتيني لدرجة أن أنا عشمال في أنني تاخد البطول